طيب عايزة كلامك برضو في مشاركة الألف كاس العالم الأندية هو تحدي جديد وفخر جديد للقرى المصرية والقرى العربية لكن هل التناول الإعلامي مواكب الحدث وأهميته؟ كاس فيفا انتر كونتنانتل في قطر منديال الأندية في أمريكا شايف فيه إعلام بيناقش التفاصيل دي؟ لا إحنا بنناقش أن يوسام أبو علي هيمشي بنناقش أن محمد الشنوي عايز ياخد ربعمائة وخمسين مليار بنناقش أن بير سيتا ومشتاقين له عرض ده اللي بنناقش للأسف يعني أقول لك إيه؟ أنت عايز الحقيقة؟ أه الحقيقة طبعا ما هو ده اللي بنناقش دلوقتي لما تيجي تقول لك إحنا بقلنا ثلاثة يام بنسمع خبر كده وأنا والله العظيم تملي حتى بقول كلمة خاطب لغة العقل يعني محد كمتلق أنت يعني العقل اشتغل بعقلك يجي يقول لك إيحي عطية الله الأهلي هيفعل بند الشرق طيب أنا من شهرين جايبوا إعارة لمدة سنة مقابل مبلغا ما هدفعوا عن تفعيل بند هتفرق إيه أنا وفعلت البند دلوقتي من شهر ستة إيه اللي هتفرق بالنسبة لي فبعيدا عن حتى يعني تشكيلة الطرح أتكلم فيها أنا بدل ما أروح لحتة إن أنا كاس العالم أنديه عشان 32 فريق بدل ما أشتغل على جزئية إن أنا أشوف مين اللي رايح في الـ 22 فريق من الوفود اللي رايح أشتغل على جزئية النادي الأهلي مين هيبقى موجود معك مين مش معرف مين منافسين الأهلي مين الفرق اللي هتشارك مين اللعيب البرزة أنا أقبل اللي اكتهت حتى لو بالخطأ في الحيطي أنا أقول بسأل أهلي بقى في تصنف رابع عارف لو طلع واحد وقال لك تعال أنا اكتهد ونحط تصنف على فكرة أنا أتقبلها منه ليه هو بيتكلم في الحدث بيتكلم في كورة لا بيتكلم في حدث أنت بتعظم قيمة حدث بيشارك فيه نادي شيئة ما بيت هو حاليا الحدث الأكبر الأكبر على مستوى العالم والحدث الفريد بالنسبة للمستوى الانديه يعني دي مش هتعرف تغيرها بالواقع ولا هتقول لي قلعة رياضية صغيرة ولا هي القصة كلها مرتبطة بالموضوع ده شيئة أم بيت دي أعلى بطولة خد بالك فيه لعبين منتخباتها ما بتدكش الفرصة أنها تشارك في كاس عالم يعني مثلا مثل هالند في النرويج ما بيروحش كاس عالم لأنه منتخب بلاده مش في المستوى القوى اللي بتخليه يروح ففيه لعيبة جات واعتزلت ما راحتش كاس عالم كاس العالم لانديه دي بتدي لعيبة معينة فرصة لأنه دي مشاركة 32 فريد بتدي لعيبة فرصة أنها تروح تلعب كاس عالم وتعيش أجواء كاس عالم فيه لعيبة عندك وده عندك أنت عايزة تقعد وبتقاتل أنها تقعد لمجرد مش عشان خاطر نادل أهلي فقط لا عشان خاطر كمان تبع عندها شرف أن هي لعبة كاس عالم لانديها الكبير قول لي مين دلوقتي في المنظومة اللي احنا موجودين فيها بيحاول حتى يكتهد شوف ما قولك حاول حتى يكتهد يكلمك عن كاس عام لانديه يكلمك عن الانتر كونتينتا بايش يا سيدي مشهور كاس عالم دي خليف الشار الجاي حتى آه الانتر كونتينتا يكلمك إحنا عادين نشكك بقى في إيه أصلا تاخد كاس تاني يا كاس التحدي أصلا دي هتبقى طب دي هتحسي بايش عالم ده طب أنت عم تقوم مشكلتك في الحياة أن أنا بنافسة للمدريد أنه دي مشكلتك في الحياة أن الأهل تقول أنه هياخد كاس التحدي طب يا سيدي أنا على فكرة أنا هو واحد لو الزمالك أو أي نادي عنده الموضوع ده أنا هقولها صراحة وبالعكس ده أنا هعظم الموضوع ده وأتكلم عن المنافسة شيء مشروع لكن ألا تخرج عن النطاق الطبيعي يعني بمعنى أن أنت اتكلم زي ما أنت عايز ألا تخرج عن المألوف عن المألوف أه يعني ألا تخرج عن المألوف في كلام يعني لا هيقدم ولا هيأخر بس بنعمل شو على الشاشة يعني مثلا تقدر تقول الأهل واخد 44 دولي دي حقيقة تنفع تغيرها لا حقيقة رقمية معروفة حقيقة رقمية نفس الموضوع الأهل بيشارك كممثل الكرة المصرية وواحد من أربع فرق في الكرة الأفريقية في كس عامل عن دي مش هينفع تغيرها مش هينفع تشاكك فيها مع كامل الاحترام مش هينفع تشاكك فيها طب هو لي الناس دايما وحدنا في سكة بيرستاو في الصيف كان هيمشي وبرستاو كمل كمان شهرين لا بيرستاو ماشي في يناير وسام أبو علي عند عروض الشناوي هيجدد لا مش هيجدد أنا حتى النهاردة في بداية الحلقة وأنا بتكلم على الآخر أخبار الأهل والإنترو قلت يا جماعة مسألة التجديد بالنسبة لللاعبين هتسير وفقا لرؤية المدير الرياضي في السراتيجية وضعها بالنقاش كده مع الكابتن محمود الخطيب قبل ما نقعد مع اللعبة ونقول ده هيجدد ده هيقعد سنة سنتين ليه الناس ما بتروحش للمناطق دي ودايما يخش في تفاصيل ده هيفعل بند الشيرة ده هيمشي في يناير ده هيجدد ده هيمشي هو أنت طبيعي وعلى عرض الواقع ما فيش أصلا معلومات مؤكدة من كل اللي بتقاه ما فيش لعب طلع يتكلم صراحة أو تلميحا حتى عن أنه هو مثلا عايز يمشي من كل اللعب اللي أنت موجود ما ده اللي أنا بقولك عليه أنت بتتكلم على لعبة موجودة عندك اللعبة بتقاتل عشان عندك أنت راح تلعب كاس عاملان دي وتلعب انت موجودة عندك ما فيش لعب يقولك مهما شفت وسام أبو علي لما الناس تكلمت على عروض طلح هنا في المداخلة في قناة الندل قالك إيه قالك أنا باقي صح وهلعب كاس عاملان دي عشرين خمسة وعشرين والموضوع تقفل وقتها والموضوع تقفل ليه وبعد كده يقولك ما احنا ملأ طبعا خلص إزاي ما احنا عايزين مادة نشتغل عشان نطمس حاجات تانية لأهلي يقولك صد الأهلي قعد وعد العقد وسام أبو علي أيوة أنا جايب لعب بعيدا عن الموضوع ده شأن داخلي الكابتر محمد رمضان ومرسل كولر وسام أبو علي بس أنا بتكلم أن لعب جايبه من ثمان شهور جايبه من ثمان شهور أو من تسعة شهور هعدل له عقد بعد تسعة شهور عشان جاله عرض طبعا الأهلي عدت الأهلي الاربعة وعشرين لعب أو يجي لهم عروض مفيش لعب بيلاعبش في النادي الأهلي انت في نادي التوب في الأهلي طبعا هيجي لك عروض ولو ما جالكش عرض زي ما كانت صعب حافظة بيقوله الجملة دي يبقى في حاجة غلط في الموضوع يعني كابتن سيد بيعجبنا متفكرك كابتن سيد بزرعة يقولك إيه يقولك أنت يا جماعة بتندهش من الأهلي يجي لعرض يعني هي عيب أننا نقول لها لا ما جاله عروض ما لو ما جالهش عرض يبقى فيه مشكلة يبقى فيه مشكلة لأننا كل اللعب اللي هي الأفضل في مركزة على مستوى مش مصر بس فالطبيعي أن يجي لعرض يعني ساموه عليهم طبيعي أن يجي لعرض حسين الشحاد بيرس أي حد لكن القسفين هو اللعب موقفه إيه وهو متفاهم وجهة نظرنا كنادي إيه خد بالك اللغراتمات دي محدش يفهمها إلا الناس اللي عندها تسامح مع نفسها وعندها اعتراف بالحقيق طيب فيه نقطة انتكلمت عليها في الأول المتعلقة بعقود الرعاية والإعلانات وممكن ده يكون فيه مداخل المالية بالعملة الدولارية تفيد الأهل في السنوات اللي جاي هل الأمر ده بخلاف الكورة مش هيبقى إيجابي أنك بيدعم بيه الألعاب الجمعية اللي في النهاية لا بنشوف التحدي السلة بيساهم في ده ولا التحدي اليد بيساهم في ده ولا التحدي الطائرة اللي عنده انتخابات بيساهم في ده كل التحديات عندها انتخابات هل حد يقدم في برنامجه الكريات المادية اللي يقدمها للأندية بالعكس بيأخد فلوس من الأندية نقطة مهمة جدا اللي انتتكلمت فيها بس محمد لإني المهانس خليد مرتاجي من أسبوع يتكلم على أن الناد الأهلي بيصرف حوالي 500 وكسور مليون جنيه ما يقارب من نصف مليار جنيه على اللعب الجمعية اللي ما بتجيب لكش حاجة وانت بتعملها لعدة أسباب أهم مها انت مش عشان تحقق بطولات بس عشان انت بتبقى إمداد لعبال المنتخبات بالضبط طب تعالى بص الناد الأهلي مثلا لو جاي قالك طيب أنا دلوقتي اللعبدي بتجيب ليش فلوس وانا هتطرق قلص عدد اللعبات دي طب ايه المشكلة انت دورك كلاجنة أولمبية هنا ليك دور مهم جدا انت بتطرق على فكرة أنا بس عايزة أفكر ناس بحاجة الله يرحمه الوزير لعمري فاروق نايب رئيس الناد الأهلي كان مرة في جامعة عموية السلة على ما أتذكر فعرض فكرة ليه يا جماعة ما نبقاش عندنا كلمة البس الفضائي لمباريات السلة وتتباع خد بالك ده انت وانت بتنتجي الكلمة دي وانت بتطلع مشروعه وفكرة القصة دي انت بتوجد مدخيل وبتوجد فلوس لأندية لكل الأندية مش لالي بس طب ليه اللجنة الأولمبية باعتبارها وما تقوليش كل الاتحاد بيشتغل لسيها انت مش هتجيب التحدي اليد تعلمه مش هتجيب التحدي السلة تعلمه مش هتجيب التحدي الطائرة تعلمه مش هتجيب كل التحديات فيه مظلة فيه مظلة اللجنة الأولمبية لأن النادي الأهلي حتى لو حاول تسويق الفرق الجامعية. مش هيئة ما بايت الكرة القادمة هي اللعبة الجامعية الليقولة في مصر. آه فيه اهتمام شوية باليد. فيه اهتمام بالسلة بسي. فيه لقوله في الآخر. انت كلجنة أولمبيا. فيه المشروعك. فيه المشروعك اللي انت قدمته للموضوع ده. ما تقوليش مش بس فضائلها يا باشا صباح الخير. ده المباراة الناشئين دلوقتي. الرابط في الكرة إنها ممكن تتبعها. تخش بقى السلة واليد والطائرة والكلام. ده كل لي أنا ما بيعش حوق الحاجات دي. إن بارك ما مطش اليد بيتزاع أهل وزمالك. النهاردة فيه مطش الالطائرة هيتزاع. مطشات الألعاب الجامعية داما بكلها بتتزاع. وعليها إقبال جامعية جميلة. أخذ بالك يا سباح محمد. انت لما تزاع المطشات دي. هيبتدي توجد رعاية بقى. تبتدي المعلوم تروح للحاجات دي. إنت للاعاب الفردية لما بتاخد بطولات برا لسكواش. ليه لسكواش دلوقتي عند كل اللاعبات؟ لا كل لعب عنده راعي واثنين وثلاثة موجودة على تشيرت بتاعه ليه؟ لأن دلوقتي ابتدت مطشات الاسكواش بتتزاع. بتددت فيه بطولات في مصر بيتم تتعمل هنا وبتتزاع على القنوات. فابتدأ توجد موارد. فأنا هنا مش قصة إن أنا بساعد وما بساعدش قصة إن أنا بساعد لأننا هتكمل المسيرة.